إذن كما قلنا نفتح ملفنا للنقاش الذي خصصنا لقطاع التربية في هذا الموعد الإخباري الثاني لنهار اليوم ملفنا للنقاش بمحاور ثلاث وزير التربية في لقاء شامل مع الشركاء الاجتماعيين تغليب لغة الحوار على الإضراب لقاءات وزير التربية مع الشركاء الاجتماعيين اجتماعات دورية وحلول غائبة ماذا بعد جلسات وزير التربية بالشركة الاجتماعية مع ضيف الأستاذ صادق الزير رئيس الاتحاد الوطني لعمالي التربية والتكوين أمباف أهلا بك سيد الكريم صباحك سعيد وشكرا لقبولك الدعوة صباحك أسعد بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله شكرا على الدعوة في البداية وزير التربية في لقاء شامل مع شركاء الاجتماعيين كيف ترون أنتم هذه اللقاءات والله بالنسبة للقاءات نحن نثمن التواصل نثمن الحوار لكن نريده أن يكون حوارا ليس كسابقه ليس كسابقه سابقه بالنسبة للحوار أن يكون حوارا جدا مسؤولا حوار يفضي إلى حلول حقيقية ناجعة بالنسبة للقاءات التي أو اللقاء بالأحرى اللقاء الذي أجريناه مع السيد وزير التربية الوطنية طبعا هو وافد جديد على قطاع التربية في تقديرنا نحن لا نلومه كثيرا بقدر ما نلوم إطارات وزارة التربية الوطنية لأن اللقاء الذي تم وربما كل اللقاءات التي جاءت بعد لقائنا لأنه كان أول لقاء مع النقبات مع نقبتنا هو لقاء سماع يعني الشيء الذي ربما في تقديرنا إيجابي أننا أعطينا حوصلة شافية عن أهم الملفات التي يعاني منها قطاع التربية والتي نعدها ملفات استعجالية ربما نعود لها بالنقاش لكن الغائب مثل ما جاء في التقرير هو الإجابات على أساس أنه اللقاء الذي يتم بين الشريك والوزارة في لقاءات ثنائية يجب أن يكون فيه نوع من التفاعل بالإجابات عن الملفات لأنه فيه ملفات تطرحها النقابة ذاتها ليست ملفات مشتركة عند كل النقابات خاصة ملفات سابقة والأسرة التربوية الأساتذة والعمال ينتظرون إجابات عن هذه الملفات لكن أرجئ أرجئت كل الإجابات إلى ما بعد كل اللقاءات التي تتم معها في مقاربة جديدة في هذا الموضوع نحن ننتظر أن تستكمل هذه اللقاءات وبعدها نرى الموضوع لكن من حيث الحوار نحن استجبنا للحوار لأنه مبدأ حضاري على الرغم أننا قدمنا إشعارا بالإحتجاج بإضراب ليوم 26 الماضي لكن الدعوة التي تلقيناها لم نتلقى دعوة في إطار المصالحة كما ينص القانون 90-02 بل تلقينا دعوة في إطار لقاءات ثنائية واستجبنا للقاء إيمانا مننا بأن الحوار هو الذي تبدأ به الحلول ما هي أهم الملفات الآن والمطالب التي طرحتمها أنتم على طاولة وزير التربية الوطنية سيد محمد وجعوت؟ الأهم الملفات بدأنا من ملف الطربوي البيضاغوجي شرحنا جيد أن الوضع الذي عاشته المنظومة الطربوية منذ ما سمي بالإصلاحات منذ 2003 إلى غاية اليوم يعني عرجنا على ما يسمى على أكذوبة يعني هذا العصر بمصطلح الجيل الثاني وكأن المدرسة الجزائرية بدأت وهذا قلناه يعني قلناه في عهد الوزير السابق بوضوح وكأن المدرسة بدأت منذ سنة 2003 أو 2014 حتى نسمي الجيلين يعني 2003-2014 وال2014 إلى الآن أعطينا أيضا عرجنا على ما تعانيها المدرسة في طار البرامج المناهج ما يتعلق بوضعية التلاميذ يعني تمدرس التلاميذ ووضعية مهام الأساتذة لسيما وضعية المدرسة الابتدائية كل ما يتعلق بالمنظومة الطربوية تم التطرق إليه في شكل محاور أعطينا كل ما نراه يخدم المدرسة الجزائرية والخلاصة التي خرجنا بها نحن أن الاهتمام بالمدرسة هو بداية الحلول التي تكسبنا التكنولوجيا لأن المدرسة هي المهد الأول الذي به نؤسس رجال الغد النقطة الثانية هي الجانب المهني والاجتماعي استهلنا هذا الملف بملف القانون الأساسي للطربية هذا الملف الذي نريد إعادة النظر فيه بما يخدم الأسرة الطربوية بما يخدم أسلاك الطربية لأن القانون الأساسي الحالي بما تم فيه من تعديل ورخص لم يعد في تقديرنا شافي وكافي لاستقرار قطاع الطربية أعطينا مقاربة على أساساً أن يعاد النظر كلية في هذا القانون الأساسي بمقاربة جديدة تخرجنا بآليات جديدة من نطاق الوظيفة العمومية أقصد الآليات التي تطبق بامتيازات وبتحفزات ليست في كل القطاعات حتى نضع قطاع الطربية في بؤرة الشعور في أولويات أو للأولويات بالنسبة للقوانين الأساسية حتى نستقطب أحسن الكفاءات من جهة ونجعل المدرسة فعلاً هي القاعدة الأساسية لكسب الرهان الاقتصادي والاجتماعي وغيره رهانة الجزائر الجديدة طبعاً رهانة الجزائر الجديدة التي تطلب من مدرسة الشيء الثاني وهو ملف التقاعد ملف التقاعد أيضاً تطرقنا عليه لأننا صدمنا بهذا بذهاب حق التقاعد في تقاعد النسبي وتقاعد دون شرط السن أيضاً ردنا فتح هذا القانون وعطينا فيه كل المعطيات أيضاً ملف الخدمات الاجتماعية ونضم صوت للصوت للزملاء لدخلوا على أساس أننا نريد إما تمديد لعهدة هذه اللجان حتى لا نعطل يعني مصالح المرضى خاصة المصابين عفاً لويكم بالسرطان لمنح الأيتام كل ما يتعلق بإجراءات حقيقية أو الذهاب للانتخابات لتقول الأسرة الطربوية كلمتها باستخراج ممثليها بالإضافة إلى ملفات في الحقيقة متعددة من بينها ملف الإسلاك المشترك والعمال المهنيين وما تعني هذه الفئة الهشة من رواتب زهيدة ضائلة تطرقنا أيضاً إلى ملف القدرة الشرائية وما تعنيه للأسرة الطربوية وبحكم أنه أضعف راتب هو راتب المعلم الجزائري أيضاً تحدث أيضاً على سهلات التعليم الابتدائي تطرقنا أيضاً إلى هذه الوضعية في الجانب المهام وأيضاً إلى الوضعية التي يعيشها تعيشها المدرسة الجزائرية بإضراب بانتفاضة أنا أسميتها انتفاضة أساتذة للتعليم الابتدائي ومطالبهم هي مطالبنا ومنذ سنوات منذ عهد الوزير الأسبق سي بن بوزيد ذكر الله بخير ومحاضر شاهد على ما تطرقنا إليه نفس المطالب التي تطرح اليوم بقوة لكن نفذ صبر الأساتذة وتحرك في الميدان نحن إلى جانبهم في هذه المطالب نطالب بها ونريد تحقيقها استعجالاً لا سيما شيئين إثنين مستعجلين كمطلبين وهذا لكل أساتذة وهي إعادة النظر في المهام غير البيضاغوجية وإعفائهم نهائياً وعطينا حلول في ذلك سواء بتوظيف مشرفي تربية في المدارسة الابتدائية أو باستغلال مناصب الإدماج التي تتم هذه الأيام بوضعها تحت التصرف في المدارسة الابتدائية لتقوم بهذا المقام إضافة إلى تطبيق الفوري للمرسوم 1466 وبأثر مالي رجعي هذا يعيد الاستقرار إلى المدرسة الابتدائية وهذا ما ننشده لكن ليس فقط الأستاذ الابتدائي هو الذي يعاني بل هناك أسلاك أخرى في التربية متضررة جداً كسلك المشرفين مساعدية التربية كنظار توظيف موظف التوجيه المدرسي وما أدراك موظف التوجيه المدرسي والمهني الذين يقومون بدور هام جداً موظف المصالح الاقتصادية أيضاً التغذية المدرسية المخبريون الذين يعانون في مهامهم خاصة من جراء المواد الكميائية التي يتعاطونها ولديهم حالات أيضاً فيها إصابات كثيرة بالسرطان بالإضافة إلى النظار بالإضافة لمستشارية التربية ووعدة كل هذه الأسلاك بتصنيفات جديدة منذ 2018 وهذا الملف في طارد صنيفات الجديدة هذا الملف يعني أوداء بمعنى أقبرة بل معلومة التي لدينا أقبره الوزير الأول لما كان على رأس الوزارة قبل أن يكون اليوم ضيفاً في الحراش لهو سيد أحمد أويحيا بعد أن أعطيت الموافقة على هذه التصنيفات بعد ذلك جاءت مراسلة أخرى وأجهضت هذه القضية بالإضافة إلى المفتشيين كل المؤطرين من المديرين في كل الأطوار كل أسلاك التربية تعاني لذلك نحن اقترحنا مقاربة جديدة وهي إعادة النظر في القانون الأساسي من جديد بقانون أساسي يكون في مستوى الطموح والأمال يعيد المكان الاجتماعي الحقيقي لرجال نساء الطربية مثل ما أعطيت في كثير من الدول التي رفعت التحدي كأنجلترا ألمانيا وهي بعيدة عنها لكن نقول هذا المثال في اللندا وفي العالم الذي كنا معه في العالم الثالث كماليزيا وسنغافورة التي أصبحت معجزة حديثة أخذت بيد المعلم في ظروف العمل وفي الراتب وفي التلاميذ وظروف تمدرسهم اليوم أصبحت المدرسة السنغافورية يضرب بها المثال أين نحن من كل هذا نريد إمكانيات من هذا النوع حتى نرفع التحدي إن شاء الله لقاءات تنائية مع بيطة الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين تترجم صدقانية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية كما قلتنا قبل قليل والعمل التشاركي مع جميع الشركاء هل هذا يكفي؟ في تقديرنا هذا غير كافي هذه النية لا تكفي الناس تنتظر من الجزائر الجديدة أن يجد كل واحد منا مكانته فيها سواء الموظفين والعمال طبق الشغيل عموما ورجال الطربي خصوصا سواء الجامب السياسي سواء الجامب الاجتماعي سواء الجامب الثقافي كل مننا يطمح إلى فيطار ما سميها بالجزائر الجديدة إلى الآن نريد ملموسا لكن في تقديرنا في تقديرنا ليس بين عشية وضحاها ندرك ذلك جيدا لكن تحركنا الأخير وانتفاضتنا يوم 26 بإضراب ووقفة أمام وزارة طربية ملحق ترويسو في ساحة المعدومين جاءت لأمرين على الأقل ورد في مخطط الحكومة الجديدة هذا المخطط الحكومة الذي لم يتطرق إلى هذه المرفات التي تحدثنا عنها بالبتة تطرق مثلا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وإعادة النظر فيها تطرق إلى شيئين لا يمساني أبدا ما يسمى بالطبقة المتوسطة سابقا والتي أصبحت اليوم أشد فقرا لأننا فقدنا من القدرة الشرائية ما يزيد عن 50% بإحصائيات رسميا وبالتالي وهما نقطتان هما إعادة النظر في الأجر الأدنى المضمون وهذا حتى إذا تمت الإعادة فيه لا يمس بتاتا لا يمس الأجر القاعدة المتوسطة يمس الأسلاك الدنيا وهذا جيد لكن الطبقة المتوسطة لا يمسها أيضا ويمس الإطارات العليا التي تأخذ رواتبها بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون وأما الإعفاء من الضريبة على الدخل لأقل من 30 ألف دينار فهي جيدة بالنسبة لهذه الفئات لكن نحن طلبنا بتخفيفها تخفيفها لأن الذي يدفع الضريبة اليوم هم رجال الموظفون والعمال فقط لأنهم يدفعون من رواتبهم مباشرة لذلك طلبنا بالتخفيف هذه الآلية لا تفيدنا في شيء التي اقترحتها يعني كطبقة متوسطة بقي هذا الاسم لا يفيدنا وبالتالي أردنا من خلال هذا التحرك أن نسمع صوتنا أكثر بأن الإجراءات المتخذة لا تصل إلى ما نرجو إليه في الجزائر الجديد ليست كافية ليست كافية بين الحوار ومتصاص غضب الأساتذة في الأخير سيد الكريم على ماذا يمكن أن نركز خاصة مع اللقاءات الأخيرة بين الشركاء الاشتراعيين أيضا والوزير وزير التربية تحدثنا عن الحوار ومتصاص غضب الأساتذة من خلال هذه اللقاءات على ماذا يجب أن نركز في الأخير يعني في الأخير نحن ننتظر ردود الوزارة على هذه الملفات طبعا نشترك معهم في إطار الحوار المسؤول على تنظيم الأولويات تنظيم الأولويات وبأجندة زمانية واضحة التي تكون مستعجلة نستعجل بها والتي نأخذها على المدى المتوسط نأخذ بها والتي تأخذ ربما تتطلب وقتا لكن بنية صادقة بقرار سياسي واضح وببداية العمل في إطار ليجان ليست كالجنت القانون الخاصة التي عملنا فيها ثلاث سنوات ونصف وبعد ذلك تبخر كل شيء نريد الآن إعادة الثقة في هذه الأمور حتى نبدأ في إطار الجزائر الجديدة أن نسهم في بناء هذه الجزائر كل في مجاله كل في قطاعه كل في اقتصاصه هذا الذي نريده أما أن نمارس الحوار حوار وخلاص يسمعون إلى مشاكلنا بدون حلول يسمعون إلى في إطار الحوار ثم يعملون ما يريدون كل ما شئت وأنا أفعل ما أشاء هذا لا يفيدنا بل نريد رفع هذه الشراكة الاجتماعية كشريك اجتماعي الشراكة مع الحكومة الشراكة الحقيقية التي تبنى بمثل هذه الأشياء تعيد الثقة ومن ثم يمكننا أن نسهم في الحوار الاجتماعي نسهم في التنمية المستدامة في الجزائر ونسهم في تقوية بلدنا وتقوية مدرستنا حتى ترفع التحدي الذي تكلمنا عنه قبل قليل إن شاء الله هذا ما نتمنى أيضا أستاذ صدق تزيري رئيس الاتحاد الوطني العمار التربية والتكوين شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم على هذه النقاش أيضا شكرا لكم على التواصل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر